موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن التنمية في سيناء تحققت بعد ضحر الإرهاب الذي كان يعوق حياة المواطنين مدبولي يشدد على أن جهود الدولة في أعمار سيناء تعد عبوراً جديداً نحو التنمية موسيقى وبوتن يعتبر أن حلف النيتو مشارك في النزاع بأوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرامج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم إلى تلفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى موسيقى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التنمية في سيناء تحققت بعد ضحر الإرهاب الذي كان يعوق التنمية وحياة المواطنين مشدداً على أنه لا توجد حياة بدون أمان وخلال فعالية تفقد استفاف المعادات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء أضاف الرئيس السيسي أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات لأن حجم التكلفة كان مرتفعاً لافتاً إلى أن عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات كبيرة النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وزيما أنتم بتقولوا كده أن الإرهاب اللي كان موجود ولي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس الحياة حياة الناس لأن ما فيش أمان الناس متعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في أمان الناس متبقاش عايشة فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضاً أبناء سيناء لما اجتمعت القلوب قلوب الناس كل الناس على قلب الرجل الواحد اتحلت المسألة احنا بعلنا 8 سنين أو 9 سنين من عامل ده وأنا عايز أقول لكم على حاجة مش عارف أنا ما أقفكم كده خليكم تخش ولا إيه لكن أصلياً مطلب عندكم يعني فلكن خلينا أقول لكم كلمة سيناء مساحته 60 ألف كيلو إحنا في مصر تقريباً عايشين تقريباً يعني على 60 ألف كيلو بردو مش كده تقريباً وده مهم أقول أنتو يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري أو من أهلي نفسينا يسمع ده إحنا المصر كلها كسكان متجمعين على 60 ألف كيلو متر تقريباً يعني بنحاول نزودها ونخليها يعني نتنشر في المية ولا حاجة وده خطتنا في المدن الجديدة لكن عايز أقول سيناء لوحدها 60 ألف وعشان كده عشان بس يعني زي ما تقال على مدى السنين ما تعملش تنمية كبيرة فيها لأن كان حجم التكلفة عشان تعمل بنية أساسية في 60 ألف كيلو عايز تعمل شبكة طرق عايز تعمل محطات كهرباء عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناها دلوقتي وتعرض عليكم عشان تعمل على مسطح 60 ألف كيلو أو على في التجمعات اللي موجودة فيها تكلفته عالية جداً وده اللي أعاق التنمية خلال الفترة اللي فاتت واشدد رئيس السيسي على أن محاولة عرقالة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر كما شدد على أهمية الوعي الذي بدونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار التي لم تكن الدولة سبباً فيها الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل اقطاعات الشعب المصري ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش ناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصر بقيلها أكتر من سنة دلوقتي وأنا باعترف في ده لأن ده واقع احنا بنعيش احنا بالسبب صحيح لكن فيه عبء كبير جداً جداً على كل أسرة وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجة التكلفة العالية اللي احنا بنعيش بيها وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإرهاب كان يستهدف أن نفقد جزءاً غالياً من أرضنا وأشار إلى أنه رغم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب إلا أن حجم الشائعة والأكاذيب والافتراءات التي تواجهها مصر غير طبيعي أخيرهم الكلام اللي تقل خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات والشهر اللي فات لما تقل إن قناة السويس كلام يعني يعني أنا عارف إن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا لكن تقل كده تقل إن إحنا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرضي مش عارفينه فيه حتى عملوا لي عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوا على إن إحنا الكلام ده أنا قلته محمد قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتبع بإيه بتريليون دولار هنبيع للقنال بغض النظر عن الكلام دوات كأرقام وكده أنا عايز أقول حتفضل العملية عملية محاولة عرقالتكم مش أنتوا بس كلنا مصر مستمرة وحتستمر وأكد رئيس السيسي أنه عقب التضحية التي قدمها أهالي سيناء خلال الفترة الماضية لن يكون الرد بكلمة شكرا فقط بل سيكون من خلال الاهتمام والعمل وأضف أن من سيقوم بالعمل والتنمية هم أهالي سيناء سواء الشركات أو الأفراد بالإضافة إلى شركات أخرى إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك اللي فات ده كوم واللي جاي يكون تاني أي وقت تفتكروا أن احنا بعد التضحية اللي قدموها أهالي سيناء هنقول متشاكرين بالكلام هنقول متشاكرين بالإيه؟ بالكلام لأ احنا هنقول متشاكرين بالاهتمام والعمل آه بالاهتمام والعمل صحيح أنا بقول لكم كده عشان تبقى الأمور واضحة واللي حيقوم بالكلام ده أهالي سيناء كشركات موجودة وأبنائها وقالوا لو احتاجنا أن احنا يبقى في شركات أخرى لا بأس لكن اوقت تفتكروا أن احنا هنرضى باللي كان موجود قبل كده اللي مش عاصل ولو ما كانش ده كان في بالنا وكان تخططنا وتنفذنا اللي احنا عملناها خلال التامن السين اللي فاتوا اللي احنا قلنا رقم واحنا بنحارب الإرهاب وقدر أكتر ناس تعرف المعاناة انتو مش انتو فقط كمواولين لكن انتو كنتو الحياة بتعاق تماما مش بس نتيجة الإرهاب اللي بيتم نتيجة الإجراءات اللي الدولة بأجهزتها كقوات مسلحة وشرطة بتعملها للتأمين فكان النهاردة حركة الحركة من الغرب للشرق والعكس من الشرق للغرب كانت حركة فيها إعاقة كبيرة حركة المواد حتى الأسمية ده كنا احنا بندخلها بحساب نتيجة انها ممكن تستخدم بحاجة تانية وجه رئيس سيسي الشكرى لأهالي سيناء والأسر التي قدمت أبنائها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء وأضافانه يجب أن يشعر أهالي سيناء أن الدولة تتعمل بهم في تنفيذ أعمال التنمية بشكر كل أهالي سيناء وبقول لهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العمليات اللي بتتمي دول يعني يعني عزقنا أن كان التمن ده هو تمن يعني تنقيد التخلص من قافة موجودة صدقوني كان الهدف منها أنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا تفقده لأننا نهارده كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك أجيزة الدولة مش قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات الناس يشتغل وتاكل عيش بدليل هو أنتوا لما كنت تيجي تعمل الطريق كانوا بيخليكوا تعملوا الطريق لو بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بيتعمل لنحنا لكن بيتعمل للناس فضل هدف الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها أنا أعيز لكم أن الفترة الجاية دي احنا هنتحرك إن شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلي نفسينا تحسس أهلي نفسينا أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لأن ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم وأكد رئيس السيسي أن التخطيط لتنمية وإعمار سيناء ليس متواضعا مبديا أمله في أن يتم تنفيذ ذلك التخطيط بشكل يليق بأبناء سيناء ومصر وأوضح أن هناك أراضي زراعية سوف تدخل مرحلة الإنتاج الفعلي في سيناء بحلول نهاية العام الجاري نتكلم في تخطيط اتعرض علينا دكتور مصطفى وهاية المجتمعات ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة الري ووزارة الزراعة كل الوزارات كانت مشتركة معنا في الموضوع دوت نحن نتكلم على تخطيط يعني بقوله لكل المصريين مش تخطيط متواضع يعني لا لا نحن نتكلم لما دكتور مصطفى بيقول هنا ستمائة سبعمائة ألف فدان إجمال الأراضي الزراعية اللي مفروض أن احنا نتمنى على آخر السنة دي مش كده أحمد على آخر السنة دي على آخر السنة دي تكون المياه موجودة سواء من المحسمة أو من محط البحر البقر والمخطة بس الناقل ده اللي كان نحن عايزين نشتغل نخلصه في أسرع وقت ممكن دي الوقت ما بقاش في المشكلة نقدر نقول النهاردة نحب فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج وعلى نهاية السنة دي ان شاء الله أنا بكلم هنا على سيناء مش بكلم على توشكا ولا الودي النطرون ولا لا أنا بكلم على سيناء بس بنكلم في 600 ألف قديم وحديث يعني فده أمر مهم قوي أتمنى أن احنا التنمية والذي ما أقول كده خطتنا خطة مش متواضعة قال الرئيس سيسي إن الهدف من ميناء العريش وتوسعتها أن يكون لدينا ميناء عالمي في هذا المكان مع وضع ذلك الميناء على خريطة مواني مصر على سواحل البحر المتوسط وأشار إلى أن ما يتم من تطوير لا يقتصر فقط على العام الجاري أو العام المقبل بل يمتد على مدى نحو 25 عاما من التطوير والتنمية في سيناء العريش اللي بنتكلم عليه الناس كتير برضو هذا مهم أو أنا أقوله دلوقتي مستقربة أن نحن بنعمل عملية توسعة للميناء ويمكن هذا الظاهير الخلفي بتاعه في بعض المساكن تعود الدكتور مصطفى ونخلع عشان إيه عشان نبقى النهاردة بنعمل ميناء عالمي في المكان ده يعني أرجو أن الناس تسمعني أبنائنا وأهلنا اللي موجودين ما يتصوروش أن نحن بنعمل ده يعني لا نحن بنعمل حاجة غير اللي كانت موجودة قبل كده خالص أن ما نحطي ميناء العريش على خريطة مواني مصر على سحر البحر المتوسط أنت بتتكلم في ميناء عملاقي يقدر يطلع كل المنتجات اللي بتطلع سواء كانت عدين أو منتجات زراعية الكلامنا مش معمول دلوقتي الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعة مش معمول للسنة دي ولا للسنة الجاية ولا لا احنا بنتكلم على خمسة أو عشر أو عشرين نيام سنة يمكن من التطوير والتنمية اللي حتم إن شاء الله في سيناء ونتاجه موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شمل التكريم عددا من النماذج المشرفة من ابناء الوطن في مختلف المجالات والتي لم يوقفها الارهاب عن اداء عملها في خدمة المواطن والوطن رغم الظروف الامنية الصعبة اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الجهود التي قامت بها الدولة في تنمية واعمالها اشتركوا في القناة الجديد اللي بتقوم بها الدولة من نهاردة هو بغرض التنمية الشاملة ويمكن اسمحوا لي في هذه المرحلة ان انا استعرض مع حضراتكم العرض الخاص بالتنمية الحياة سيناء بالنسبة للمصريين دائما هي انطبعنا انها يعني في قلب كل مصري هو مكانها كبيرة جدا وعزيزة وهي مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقراته وحضراته وهي البقعة الوحيدة على الكرة الارضية اللي تجلى فيها ربنا بوجهه الكريم سبحانه وتعالى في المنطقة المقدسة طبعا التور وللمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام استاذ جميل ارحب بك اهلا بحضرتك واهلا باستاذ المشاهد استاذ جميل يعني كما شاهدنا اليوم مصر تحصد بالفعل ثمار الحرب التي استمرت على مدار سنوات ضد الارهاب في سيناء والتي ضح فيها الكثير من شباب الوطن بارواحهم كيف تقرأ ما تبعناه اليوم وانعكاس حالة الاستقرار على التنمية في سيناء هو طبعا نهاردة يوم عظيم جدا من ايام الزاولة المصرية اه يوم بنجمي اجتمار الحرب الشرفة اللي كانت بتخطها القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية وبتعاوه مع هذه السيناء على التنظيمات والجمعات الارهابية اللي هدري سيناء تتغلغي الاراضي سيناء عشر سنوات من القتال المستمر عشر سنوات من التضحيات المستمره اكثر من ثلاث ثلاث شهيد من القوات المسلحة والشرطة المدنية واثناشر عالف شهيد من اه واثناشر عالف مصاب اذا في تضحيات كتيرة تنى تقسمها من شباب لهذه الدولة من اجل العودة من اجل العودة لانقضاء على التنظيمات الارهابية من اجل البد في عمليات التنمية الشاملة داخل ارض سيناء احنا شفنا في الوقت الحالي طبعا الدولة وجهت والرئيس عبد مفتاح في سواء العديد من المشروعات انها تتدمى على ارض سيناء والتنمية الشاملة اعتقد ان حتى مش في الوقت الحالي فقط ولكن من قبل ذلك كان العديد من المشروعات القومية اللي تم تنفذها مثل الانفاق اللي تم انشاءها من اجل ربط السيناء بالدلدة وايضا الكباري شبكة الطرق الضخمة اللي تم انشاءها داخل الاراضي سيناء العديد من مصنع للأسمنت ومصنع للزيرانين مدن جديدة تم انشاءها عادة تعهيل القرى السكنية لأهالي سيناء اذا في مشروعات كانت بالتوازي بتتم مع القضاء على التنظيمات وقمعات الارهابية اما المشروعات الكبرى والتنمية الشاملة هتتم في الوقت الحالي بعد القضاء بشكل كبير على التنظيمات والجمعات الارهابية اللي كانت موجودة على ارض سيناء وبالفعل في الوقت الحالي شعب سيناء او اهالي سيناء الابطال اللي قدروا ان هم يتصدوا للعمليات العمليات والارهابية وعمليات الزعر والرعب اللي دبت في نفسهم خلال السنوات الماضية جاء الوقت ان هم تبدأ عمليات تعويض لهذه لأهالي سيناء العظام من خلال المشروعات التنوية من خلال المشروعات ترفع المعانا ومحمد وصفنا حتى هذه المشروعات القومية وزي ما شفنا المعارضة والرئيس واجه لها بتتم بأياد أبناء سيناء بالكامل وكل دي طبعا توفير فرص عمل توفير فرص عمل ليهم والشركات انه سهمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتعرضوا أيضا لأذى وتعرضوا لعمليات التطاة وخلافه ولكن ادروا ان هم يقفوا تنظيمات الوهدية من حول التنمية الشام نعم اذا استاذ جميل ما رأيناه هو رد الجميل لأهالي سيناء سواء من ضحوا بأروحهم فداء للوطن أو من كانوا يعملون أيضا في المجالات المختلفة من أرض مصر يعني كيف تبعت أيضا التكريم الذي تم اليوم المجموعة ممن خدموا هذه المنطقة الغالية في مصر هو بالطبع رد الجميل وتقديم النهار ده الرئيس وهو بيكرم أهالي سيناء اللي قدروا انهم من أطباء ومن شركات ومن خلاف كل ده ده رد الجميل من الدولة المصرية لكل من قدم شيء له هذه البلد وكل منوض أمام التنظيمات وطمع الإرهابية تكريم مش للجيل اللي موجود في سيناء ده فقط في الوقت الحال لا تكريم لأهالي سيناء منذ سنوات طويلة اللي تم إهمالهم وتم والأسف الشبيب ما كانش الدولة بتكترس بتقديم الخدمات لهم لكن لو شفنا على تاريخ الأهالي سيناء هنجد انه تاريخ مشرف ووقفهم أمام الاحتلال الإسرائيلي ووقفهم بجانب القوات المسلحة في حرب سنوات 73 وفي النهاية ووقفهم بجانب القوات المسلحة في حرب ها ضد التنظيمات والجمعات الإرهابية تكريم النهاردة تكريم لسيناء على مدار تاريخها والشعب سيناء وأهالي سيناء على مدار تاريخها أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام قال رئيس مجلس الأزراء مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في مشروعات التنمية في شبه الجزيرة سيناء بلغ نحو 610 مليارات جنيه وأضف مدبولي أن الدولة نفذت رؤية متكاملة بمجموعة من الأنفاق والكبار للربط الكامل بين شرق وغرب قناة السويس يمكن لما حصرنا حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء لوحدها وهنا أنا مش رابط مع اللي بيتم في إقليم قناة السويس ومع منطقة المنطقة الاقتصادية أنا بتكلم فقط على شبه جزيرة سيناء بنتكلم على 610 مليار جنيه مصري فعلا انفقت وبتنفق النهاردة على التنمية المتكملة لسيناء لو تكلمنا على التنمية العمرانية وهنا يمكن كان أهم شيء ودي كان يعني الرؤية الثقبة اللي نبدأ بيها هو ازاي الربط الكامل مبين غرب قناة السويس والشرق قناة السويس او اقليم سيناء وده كان من خلال رؤية متكملة للربط بمجموعة من المحاور اللي هي بنعتبرها شرائيين التنمية اللي تربط من اقصى شرق مصر الى اقصى غربها مرورا بمجموعة من الانفاق والكباري اللي بقت بمثابة فعلا هي دي روابط لعملية التنمية هذا وأكد مدبولي انه تم تنفيذ اثنين وخمسين مشروعا في قطاع مياه الشرب بسيناء بتكلفة تجاوزت خمسة عشر مليار جنيه لافتا الى ان سيناء بها اكبر عدد من محطات تحلية المياه بمصر وأضاف مدبولي انه تم تنفيذ اثنتين عشرة محطة تحلية سواء جديدة او توسعات مياه الشرب بنتكلم على اثنين وخمسين مشروع تم تنفيذهم الحقيقة بتكلفة تجاوزت الخمسة عشر مليار جنيه خلت تغطية مياه الشرب في سيناء من اربعة وتمانين في المية في الفين واربعتاش الى تمانية وتسعين في المية وهنا بنتكلم على شبكات مستقرة موجودة طبعا الاثنين في المية هي فقط التجمعات البدوية اللي تبقى يعني منعزلة ودي بيبقى لها اسلوب آخر في تغطية المياه بخلاف الشبكات ولكن الحقيقة سيناء بتتميز بانها فيها اكبر عدد من محطات التحلية اللي نفذتها الدولة من حيث العدد ومن حيث الحج لانه حنشوف يمكن كميات هائلة اتناشر محطة تحلية سواء جديدة او توسعات بطاقة يعني وصلت الى اكتر من نص مليون متر مكعب في اليوم لهذه المنطقة دي صور مقارنة دي منطقة محطة تحلية راس صدر في 2014 الارض كانت صحرة النهاردة الحمد لله المحطة موجودة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه محطة تحلية ميه البحر بالعريش ودي مهمة جدا المرحلة الاولى انتهت بمئة الف ومخطة انها تصل لتلتمئة الف النهاردة بقيت المحطة موجودة على الارض في هذه الفترة بالصورة اللي حضركم شايفينها تبنت الدولة خلال السنوات الاخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الابعاد لتنمية سيناء التي ستظل على رأس اولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية امن قومي وتسارعت الجهود لاعادة ثياغة شكل وملامح واوجه الحياة على ارض الفيروز من خلال الاستفادة من جميع المقومات التي تتمتع بها مع استغلالها بالشكل الامثل ملف الامن والتنمية في شبه جزيرة سيناء سيظل على قمة الاولويات العاجلة والملحة للدولة باعتباره قضية امن قومي من هنا جاءت اهمية قيام الدولة بوضع استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها انطلاقا من حقيقة ان التنمية هي السلاح الاهم للقضاء على الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار وبخطوات متسارعة وبتوجهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى العمل لتعويض سيناء عن سنوات مضت من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات الدولة قامت كذلك بتأسيس سلسلة من المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة ومدها بشرين الحياة عبر بناء جسور وأنفاق تربط البوابة الشرقية لمصر بمنطقة ودنيل والدلتة حتى يتم الاستغلال الأمثل لثروات ومقاومات أرض الفيروز الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان بها ومنذ عام 2014 تحرص الدولة على تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة لسيناء حيث أنفقت الدولة مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تثمرات العامة الموجهة لسيناء خلال ثماني سنوات المشروعات العملاقة شهدت إنشاء عدد من المشاريع الضخمة من بينها إنشاء أربعة أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة بالإضافة إلى إنشاء خمسة كبار عائمة أعلى القناة لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع فضلا على الانتهاء من حفر نفق الشهيد أحمد حمدي إثنين لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الموانئ بجانب الانتهاء من تطوير منفدين بريين بمدينتي طابة ورفح المقاومات الصناعية داخل شبه جزيرة سيناء متعددة من بينها خمسة مناطق صناعية ببئر العبد ووسط سيناء وأبو زنيمة والمسعيد والقنطرة شرق هذا وقد تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يساهم في تنمية سيناء حيث تمتد المنطقة داخل خمس محافظات وهم بورسعيد الإسماعلي السويس شمال سيناء وجنوب سيناء وتشمل ستة موانئ بحرية هم ميناء شرق وغرب بورسعيد وكذلك ميناء العريش والعين السخنة بالإضافة إلى ميناء الطور والأدبية وبالإضافة إلى ما سبق فقد تم إنشاء مصنع أسمنت بطاقة انتاجية تبلغ سبعة ملايين طن سنويا بالعريش بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة انتاجية تبلغ نحو الفين وخمسمائة طن سنويا بالقنطرة شرق وقد وفر مجمع مصانع رخام بجف جافة الذي تم إنشاؤه على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع نحو سبعمائة ألف فرصة عمل مباشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 وبلغ اجمالي الاستثمارات العامة التي تم أو يجري ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار جنيه وذلك في الفترة من عام الفين واربعة عشر إلى الآن وانعكس هذا الكم الهائل من المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير في سيناء على التقارير الدولية التي أشادت بنجاح استراتيجية التنمية الشاملة لأرض فيروز تقارير دولية وإشادات عالمية رصدت الحجم الهائل للعمل والتنمية في سيناء خاصة مع تنفيذ الدولة عدد كبير من المشروعات القومية في أرض الفيروز خلال السنوات الماضية ميجلة الإيكونومست أكدت سعي مصر وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الرية لتعظيم استخدام المياه وتحسين المحاصيل الزراعية فضلاً عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية في سيناء كما أكدت أن التطوير الإضافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد على خلق فرص عمل ودعم وزيادة الصدرات ميجلة إي أن آر الأمريكية قد أكدت أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل حيث شملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020 الميجلة أضافت كذلك أن محطة بحر البقر هي مرفق جديد لمعالجة المياه تم بناؤها في أقل من عامين وستعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021 كذلك موسوعة جينس للأرقام القياسية قامت بتسجيل محطة بحر البقر في سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم بينما ذكرت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع بدورها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر فضلا عن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها مما حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمي بجودة الطرق موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثل رابطة رجال الاعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين اكد المستشار دكتور حانا في جبال رئيس مجلس النواب ان زيارة الوفد البرلماني العربي لدمشق تأتي تأكيدا على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب الى سوريا ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي تنفيذا لقرارات المؤتمر الرابع وثلاثين للاتحاد البرلماني العربي افتتح الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط أعمال اليوم العربي للاستدامة في نسخاته الأولى تحت شعار رواد الاستدامة في المنطقة العربية وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات والمنظمات الدولية وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية إن اليوم سيكون انطلاقة كبرى لسلسلة من الأنشطة والفعليات ذات الصلة خلال العام الحالي وصولا الى ختام كبير للأنشطة في شهر أكتوبر وخلال الاجتماع تم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بحضور ومشاركة عدد من ممثل الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام إن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشكل اليوم الإطار الحاكم لإعداد سياسات تهدف إلى ازدهار المجتمعات مع الحفاظ في نفس الوقت على كوكب الأرض والحيلولة دون تدهور البيئة ونقل الثروات إلى الأجيال القادمة ومن هذا المنظور تعمل جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ومجالسها الفنية على تحقيق التنمية العربية بمفهومها الشامل الأكاديمية كمنظمة عربية متخصصة في التعليم والتدريب والبحث الشراط لها دور هام جداً ونجحت الحمد لله وإعترف المجتمع الدولي كله ومن خلال الـ Times Higher Education يحط الأكاديمية في مكانتها المتميزة أفضل جامعة في جودة التعليم في مصر في عام 2022 نشكر جامعة الدول العربية على التكريم والاعترف بدور المؤسسات وخاصة المؤسسات المصرفية في المشاركة في مشاريع الاستدامة نحن نشارك في مبادرة شجرها التي تزرع الأشجار المسمرة في المدرسة الحكومية نفخورين جداً نحن موجودين النهاردة ومبسوطين قوي بالتكريم ده مع زمالنا من الشركات الأخرى وده ندل على شيء دل أن مصر عندها ريادة في الاستدامة أنا سعي جداً بهذا التكريم ومفخور فيه خاصة من الجامعة العربية نحن كمنظمة دولية موقحة في قطر ونخدم المجتمع المدني وقطاع أهم قطاع وهو الرياضة والشباب فهذا حافز لنا ومسؤولية كذلك أن نخدم الوطن العربي والشباب والوطن العربي والرياضة العربية احتفلت دولة الكويت بعيدها الوطني وذلك بمناسبة ذكرى مرور 62 عاما على استقلالها والذكرى الثانية وثلاثين للتحرير تضمن الاحتفال الذي أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة منموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت بشعار عز وفقر تحتفل الكويت بعيدها الوطني بمناسبة الذكرى الثانية والستين على استقلالها والذكرى الثانية وثلاثين للتحرير بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والتراثية التي تعبر عن تاريخ دولة الكويت شرف لي أني أنا أشوف الحضور الجميل هذا في حفل دولة الكويت لدي القاهرة هذا يدل على المكانة التي تتبوأها دولة الكويت في قلوب أهل مصر ومكانتهم كذلك في قلوب أهل الكويت نحن دولتين يجمعنا تاريخ مشترك علاقاتهم متجدرة هناك تطابق بالرؤى بين الدولتين في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية مصر دائما فاتح أبوابها وقلوبها للشعب الكويت والكويتيين يعني أنا بالنسبة لي يشعدني أني أكون أنا سفير دولة الكويت سفيرة لبلدي في هذا البلد المعطاء المضياف أنا انتهز الفرصة هذه لأتقدم إلى صاحب السمو الأمير وسموي الأهد بأجمل التاني وإلى الشعب الكويتي وأنا في القاهرة الآن وشايف أن الشعب المصري بأكمله يعني من قيادة ومن شعب ومن إعلام يحتفل بهذه المناسبة علاقة بين الكويت ومصر علاقة قديمة ومتينة وجيدة جدا ثم من ناحية الطلاب البعثات كانت إلى مصر من زمن قديم فكان الدكتور أو الشيخ خمساعد العازمي يعد من أول بعثات في سنة 1890 تقريبا ميلادي قدم إلى الأزهر وتعلم ثم توافد الطلاب من بعده يحتل العيد الوطني للكويت مكان خاص في نفوس الشعب الكويتي ويؤكد على قوة العلاقة بين الشعب المصري والكويتي مصر لها نصيب في مناسبتين ومناسبة أولاً لاستقلال الكويت والإعلان لأمارة الكويت وأيضاً في عملية تحرير الكويت فمصر لها نصيب كبير جداً في مناسبتين وبالتالي إحنا من حقنا فعلاً أننا نحتفل مع شعب الكويت ومع سفارة الكويت هنا في القائرة بالمناسبتين هذه مناسبة غالية نهنهم عليها ونتمنى لهم مزيد من التقدم والرقي والرفعة ومزيد من تمتين العلاقات المصرية الكويتية بالمناسبة علاقات متينة جداً جداً رغم كل ما يشاع على السوشيال ميديا وحاجات كثيرة جداً من كلمة هنا أو كلمة هناك لكن العلاقات في جوهرها علاقات طيبة جداً المصريين في الكويت شاهدتهم بنفسي قبل شهور وسألتهم يتلقون معاملة طيبة إلى حد كبير دي مناسبة سعيدة جداً لها أكثر من دلالة الأول حاجة طبعاً أن شعب الكويت وشعب مصري يعتبروا دولة واحدة والاحتفال معهم بالعيد القومي الخاص بهم لدلالة كبيرة الأمر الثاني أنه معظم البلاد العربية يعني لسه معنا طبعاً زي ما حدك شفت معنا البحرين معنا الإمارات معنا السعودية معنا دول كثيرة زي ما أنتم شايفين دي كلها لها دلالة برضو أنه كل الوطن العربي حاجة واحدة لا يقتصر العيد الوطني على مشاركة المواطنين الكويتيين من خارج الكويت بل وداخله لما يمثله من ذكرى الاستقلال عن بريطانيا في التاسع عشر من يونيو عام 1961 إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلنطية النيتو يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة وأكد بوتين أن الدول الغربية لديها هدف واحد وهو تدمير روسيا للتحادية مجددا الدعوة إلى قيام عالم متعدد الأقطاب كما أكد الرئيس الروسي أنه يجب على بلاده الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف النيتو والذي يسعى إلى هزيمة روسيا تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلات أوكرانية بخيرسون ودوناتسك وسط تقدم القوات الروسية على المحاول كافة بالتزامن طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي بمزيد من الضغط على روسيا بعد أن أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تدابير جديدة وعقوبات ضد موسكو مع استمرار المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية لسيما مع بداية السنة الثانية للعملية العسكرية الروسية كشفت السلطات الأوكرانية عن عشرات الضربات والهجمات الروسية الجديدة على مدن في الشرق والجنوب وبحسب الجيش الأوكراني فإن القوات الروسية شنت عشرات الغارات الجوية مؤكدا أن الجهود الهجومية الروسية ما زالت تتركز في شرق أوكرانيا الصناعي ومنطقة الشمال الشرقية هذا وتواصل القوات الروسية إحكام قبضتها على بخموت وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلات أوكرانية في خرسون ودوناتسيك وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور وعلى الرغم من حصول أوكرانيا على أنظمة الدفاع الجوية ذاتية الدفاع المضادة من الشركاء والحلفاء الغربيين إلا أن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اعتبر أن هذه الأنظمة ليست كافية للدفاع عن بلاده من هجمات الصواريخ وطائرات المسيارة الروسية مطالبا الدول الغربية بدعم بلاده بمزيد من الأسلحة يأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأوكراني فولدامير زلينيسكي المطالبة بالمزيد من الضغط على روسيا بعد أن أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تدابير جديدة وعقوبات تهدف إلى مزيد من الضغط على موسكو أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتاريش ضرورة الاستثمار في تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها وأشار جوتاريش إلى أن الأوكرانيين يعيشون في جحيم وأن نحو 17.6 مليون شخص أي ما يقرب من 40% من سكان أوكرانيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية مضيفا أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا وصل لأكثر من 8 ملايين شخص بينما نزح 5.4 مليون شخص داخل أوكرانيا كما تتعرض البنية الأساسية الحيوية للهجمات إذ دمرت أنظمة المياه والطاقة والتدفئة في ظل شتاء شديد البرودة أقامت مدينة الإنتاج الإعلامي احتفالية كبرى بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة الاحتفالية تضمنت تكريم عدد من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما الذين تركوا بصمة لا تنسى في تاريخ الدراما العربية إلى جانب تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين شيء جميل الشكل العام بتاع المدينة تغير تماما دي كرات جديدة بلتها جديدة شيء جميل جدا فيه تغير حصل جامل جدا إن مصر الحمد لله رب العالمين يعني إحنا لنا الفخر إن إحنا ننتسب إلى مصر إلى مدينة الإنتاج الإعلامي أعظم الأعمال وكلاسيكيات الأديمة كلها كانتين هوت قد إيه إحنا عملنا أعمال رائعة هنا قد إيه عملنا فن متقدم بنفتقده إلى حد ما شوية دلوقتي مدينة الإنتاج الإعلامي كانت بتنتك قبل كده وكانت بتعمل أعمال رائعة أول دي كور تبنى فيها تبنى مثلا كان سنة 94 دي كور ميدان المنشية اللي عملنا فيه في المناصر وبعدين دي كور حي سكندرية اللي عملنا فيه مسلسل الشرع الجديد يعني كانت ابتدت المدينة تبني أماكن تصوير خارجي وكنا بنيجي نعمل فيها مسلسلاتنا وبعد كده اشتغلت من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي نفسها أكتر من عمل فني يعني لو رجعنا فلاش باك كده أنا كان آخر مسلسل كبير إنتاج المدينة قصة حياة العالم مصطفى مشرافة أنا تشرافت ببطولته مع المخرجة عن عام محمد علي والحقيقة كان من المستويات الرائعة جداً اللي أنتجتها المدينة بإمكانيات في هذا الوقت تعتبر محدودة ولكن طلع مستوى حي كبير جداً قبل كده كل مكان في المدينة أنا لها فيه ذكرى لو قلنا الحي الريفي هفتكر مسلسل مكلسوم وبداية حياته مكلسوم في الحي الريفي لو قلنا مسلسل أميرة فعبدين اتعمل في الحي الشعبي هنا الحقيقة مديد انتاج طبعاً إحنا لدينا تاريخ طويل قوي معها من ساعة ما ونشأت وكنت محظوظ إن أنا كنت تقريباً من أوائل الناس اللي دخلوا وصوروا في المدينة لما كانت لسة تحت الإنشاء كنا بنصور فيلم ناصر 56 وكان ساعتها من إنتاج قطاع الإنتاج بالتليفزيون فشفت طبعاً المدينة وهي بتتبني لسة طوبة طوبة وكان الحقيقة إنجاز أيامها غير مسبوك أنا واحد من الناس اللي لحقت خير مدينة الإنتاج الإعلامي وأيامها كانت بتنتج أعمال ترامية إلى يومنا هذا مفيش مسلسل واحد في طعمها فسعيد جداً بالاحتفال بمرور 25 سنة من عمر المدينة وبتمنى لللي جاي إن شاء الله أحلى وأحلى بكتير من اللي فات وترجع مرة تانية لريادتها المعهودة أكيد سعيدة وفرحانة جداً ويمكن عملت أكتر من عمل وسورنا أكتر من برنامج ويكفي بس إن أنا ليه ذكريات في بداية إنشاء هذا الصرح وكنا بنيجي والدنيا كانت لسة الطوب موجود يمين وشمال والديكورات محدودة بتاعة الأحياء اللي هتتعامل وتتبني والرمل والحاجات دي كلها فعايز أقولك إن أنا حضرت كل ده مدينة الإنتاج الإعلامي كانت من أكبر جايات الإنتاج في مصر بعد قطاع الإنتاج أو نقدر نقول مع قطاع الإنتاج لكن هي يعني شان بدأت بعديه بشوية جهة كبيرة جداً ومهمة جداً ورجوها مطلب كبير لنا كلنا لأنه لازم يبقى فيه أكتر من جهة حكومية بتساعد وبتدعم الفن والفنانين في الفترة اللي احنا فيها دي مصر هي رائدة الفن في الوطن العربي كله ولازم مكانتنا ترجع زي الأول وأكتر ومش هترجع إلا برجوع كيان كبير زي مدينة الإنتاج الإعلامي أنا دخلت مدينة الإنتاج الإعلامي أول ما فتحت أصلاً يعني كان ليا لحظ إن أول كانت في الصحرة لسه كنت بروحها بقى في وسط الصحرة كنت بترعب وأنا رايحها مدينة الإنتاج الإعلامي فأنا واحدة من الممثلات اللي كان ليا تاريخ طبعاً مع مدينة الإنتاج الإعلامي وعملت فيها أعمل كثير جداً وأنا بقول إن مدينة الإنتاج دي كانت صرح كبير قوي وطلعت عدد كبير من الفنانين يعني كانت وقفة وراهم يعني وطلعت عدد كبير من المسلسلات الجميلة اللي ما تتنسيش لحد دلوقت ارتفع دعم المواد البترولية إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 بذلك يكون الدعم قد ارتفع بنحو 290% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث لم يتجاوز 17 مليار جنيه واعتمدت الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 ارتفاعاً من 75 دولاراً للبرميل قبل عام وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية سجلت مؤشرات البرصة المصرية صعوداً جماعياً عند ختام التداولات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين قبلتها مبيعات للعربي والأجانب وسجل رأس المال السوقي تريليون و93 مليار جنيه وذلك وسطات دولة بلغت نحو 1.9 مليار جنيه وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 41% يغلقاً عند مستوى 17255 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.61% يغلقاً عند مستوى 3019 نقطة وصعيد مؤشر EGX100 بنسبة 1.47% يغلقاً عند مستوى 4520 نقطة انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعنوين الرئيس سيسي يؤكد أن التنمية في سيناء تحققت بعد دحر الإرهاب الذي كان يعوق حياة المواطنين مدبولي يشدد على أن جهود الدولة في إعمار سيناء تعد عبوراً جديداً نحو التنمية بوتين يعتبر أن حلف النيتو مشارك في النزاع بأوكرانيا من خلال إمدادها بالسلاح بختام العنوين نصل معكم إلى ختام نشرة الثالثة شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكراً على المتابعة وإلى اللقاء وإلى اللقاء شكراً على المتابعة وإلى اللقاء